وصل مملكة البحرين جهودها المستمرة في خلق الفرص النوعية للشباب من خلال طرح البرامج التدريبية ليكون الخيار الأول في التوظيف هذا الالتزام من مملكة البحرين يؤكد على تعاون كافة المؤسسات والإستراتيجيات الطموحة التي زادت من فرص تحسين مهارات الشباب ودخولهم لسوق العمل لخلق فرص عمل ملائمة للشباب وتعزيز حصولهم على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم حرصت مملكة البحرين من خلال مجموعة من الجهود والمبادرات المبتكرة على وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين مهارات الشباب وزيادة فرصهم في سوق العمل وإيمانا بأهمية الشباب كعنصر أساسي في التنمية المستدامة قامت مملكة البحرين تماشيا مع هداف خطة التعافي الاغتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل بتنوع مبادراتها التي تعطي وتضيف الفرصة للشباب في الدخول لسوق العمل أهمها مبادرات تمكين والبرامج التدريبية والبرامج الأكاديمية ومعارض التوظيف والتي أتاحت الفرص النوعية للشباب لاكتساب خبارات عملية مباشرة والانخراط في سوق العمل بكل يسر وسهولة هذا التعاون والتكاتف بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة يعكس جهود مملكة البحرين في خلق الأرضية الخاصبة للتوظيف عبر البرامج التدريبية المتنوعة لبناء جير من الشباب المدرب والمتميز القادر على مواكبة تحديات سوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة هذا وتمضي مملكة البحرين في تعزيز مختلف المسارات التنموية ووضع كافة الإمكانيات المناسبة لتلبية تطلعات المواطنين وإيجاد السبول الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف غطاعات مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر